قل أعوذ برب الفلق يعني قل يا محمد والكلام مو بس للنبي محمد إلي وإلى كل وحد آمن بأله أعوذ برب الفلق يعني أحتمي وألتجئ برب الفلق مين هو هو الله فالفلق بمعنى الصبح من شر ما خلق يعني أحتمي وألتجئ من شر وأذى وضرر ما خلق الله من المخلوقات ومن شر غاسق إذا وقب يعني أعوذ وألتجئ وأحتمي بالله جل في علاه من شر وضرر وأذى الليل إذا أقبل وما يحتويه هذا الليل من شرور ومن شر النفاثات في العقد يعني أحتمي وألتجئ بالله جل في علاه من شر النفاثات وهن الساحرات النفاثات هن اللي بينفثوا أثناء ربط العقد على كل عقد بينفثوا مشان السحر فيارب ألتجئ وأحتمي إليك من شر هؤلاء ومن شر حاسد إذا حسد يعني أعوذ وألتجئ وأحتمي وأعتصم بالله من شر وضرر وأذى الحاسد الذي يتمنى زوال النعمة عليه فيارب احمينا أنا وكل وحد يقول آمين السلام عليكم